ونحن لحظنا وشوفنا كيف الناس بسبب كورونا فقط وانقطاعات فيزيقية يعني في التواصل يعني أنا سأعرب لكم عما أشعر به أعربت لمجموعة من أحبابي قبل أسبوع وتقريبا يعني معظم من جلس اللي لم يكن كل وافقوا على هذا تشعر أن الناس بعد كورونا لم يعودوا كما كانوا من قبل حتى أقرب الناس إليك ما رأيك؟ الناس فقدوا جمالهم فقدوا كثيرا من روحانيتهم صحيح؟ تحس في نوع من الإظلام صار في نوع من الإظلام في الحياة وحتى في الناس سبحان الله يعني هذا الموضوع شغلني كثيرا لماذا؟ ما الذي حصل؟ ربما تحت تأثير هذا الامتحان البسيط امتحان كورونا بسيط يعني مش مثل امتحان الحرب سبحان الله ظهرت حقائق النفوس الأناني بيّن أنانيته اللي بعيش بفلسفة سألتك نفسي صار فعلا سألتك نفسي طز لا سائل لا في عمته لا في خالته لا في جده لا في أخوه أنا وبس تخيل اللي كان يتظاهر بالأخلاقية وتظاهر بالورا عبر روحانية ما عاد الآن هو يصرح بماديتي وحسياتي وأنا أمور كلها مادية أريد أن أحرج نفسي مادية ليه؟ ليه كل هذا؟ لماذا؟ أعتقد مثل هذه المحن وربنا في القرآن الكريم القرآن مليء على فكرة بس برضو الحين نفهم من زاوية ثانية أنه هذه المحن الكونية أو المحن العامة التي تتعوم قوما أو شعبا سبحان الله الله يظهر بها حقائق النفوس عشان يبين الصادق من الكاذب والمؤمن من إيش؟ الذي يعبد الله على حرف في ناس تعبد الله على حرف طالما الحياة رخية سهلة ما يسورة مقبلة تعطي ما يريد لكن إذا حزبته الأمور وضيقت عليه محن الحياة تظهر حقيقة نفسي حقيقة ليس جميلة وحقيقة ليس إيمانية